أكد وزير الموارد المائية والريهاني سويلم أن تعاون المتميز بين مصر واليابان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات ودراسات الجدوى وأنشطة بناء القدرات في مجال الموارد المائية جاء ذلك خلال لقاء وزير ريه مع سفير الياباني بالقاهرة وممثلي هيئة التعاون الدولي الياباني جايكا حيث تمت مناقشة صبول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية اشتركوا في القناة